حث رئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني مع المجلس الأعلى للاستفتاء زيارة الوفد الكرد المرتقبة إلى بغداد وذكر بيان لرئاسة الأقليم إن الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين هدفه بحث المفاوضات المزمع إجراؤها حول القضايا السياسية ومستقبل العلاقات بين الأقليم وبغداد مضيفا أنه تم تحديد الخطوط العامة للتفاوض ومجمل المسائل التي ستتم مناقشتها بين الجانبين